كرم مديرا مديرية خرمكسر عواصل زهري فريق حي السلام لكرة القدم الذي تويج ببطولة الهوك الرمضانية وخلال التكريم شاد الزهري بإنجازات فريق السلام تمثيله المشرف للمديرية ومشيدا أو مشئرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها المديرية للرياضة والشباب وأكد على دعمه المستمر لمثل هذه الأنشطة التي تسهم في تعزيز الروح الجماعية وتنمية مهارات الشباب وأن الفريق على تتويجه المستحق وحثهم على مواصلة العمل اليد والتفوق في مختلف المجالات من جهته أكد مدير مكتب شباب الرياضة بالمديرية عبدالله عوض عن تقديره أن دعم الرياضة يعكس رؤية قيادة المديرية لبناء مجتمع صحي ورياضي مشيرا إلى أهمية هذا التكريم في تحفيز الفريق لمواصلة تحقيق النجاحات والبطولات في المستقبل متطلعان إلى مزيد من الدعم والتشجيع من قبل قيادة المديرية